موسيقى بدأنا بمقابلة فخامة الرئيس وكان مقابلة عزيزة جدا وكلها فكر وكلها نقاش لصالح الوطن العربي بشكل كبير وبشكل متضفق وانتقالنا لفعاليات اجتماع الصندوق ثم اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب والحقيقة كان عصف ذهني لمتجهات كثيرة إن شاء الله نكون على مقدرة بتنفيذها لشبابنا وأوطننا العربية وانهاينا بالاحتفالية التي تشرفنا بوجود أصحاب المعالي وأصحاب السمو واللي كان لها أثر كبير جدا في نجاح الاحتفالية وبكل تقدير وشرف وامتنان نقلنا عاصمة الشباب والعربي إلى تونس إن شاء الله نتمنى لها التوفيق والسمو في رسالتها القادمة كي يلتف في كل الشباب العربي وكي ندعمها دعما كثيرا من خلال أيضا أصحاب المعالي والسمو في تدفق اللقاءات الشبابية الشبابية الوطن العربي لأن في الحقيقة أنا حسيت عن الصواة الشخصي وإحساسنا شبابنا هو موجود وكلهم التفاف والعالم العربية كلها وهي متماسكة والجميع يتحدث بلغة واحدة لغة السعادة والسرور والفرح واللقاء هو ده الهدف ودي الرسالة السامية اللي بيتحملها على أكتافها أو على أكتافنا وزراء الشباب والرياضة العرب من أمانات إن شاء الله كلنا نتكتف ونقديها بسم الله الرحمن الرحيم معالي سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أصحاب المعالي وزراء الشباب أصحاب المعالي والسمو وزراء الشباب والرياضة العرب السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف وسعادة أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر ولقد اكتملت ساعدتنا أمس بلقاءنا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هذا اللقاء الذي أكد على أن مصر تثق في أهمية دوركم البناء في إثراء الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي حيث أنكم تحملون مسئولية وأمانة الشباب في الوطن العربي السادة الحضور أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لحضراتكم على التعاون المثمر لإنجاح الأنشطة العربية الشبابية والرياضية التي تم تنفيذها خلال الدورة رقم 41 التي شرفت برئاستها ولقد تابعت بنفسي بكل حرص جميع الأنشطة العربية التي تم تنفيذها حيث أكدت تقارير الفنية على أن هناك ثوابت في مجال العمل الشبابي والرياضي أهمها اهتمام الدول المستضيفة للأنشطة باختيار البرامج الهادفة المتميزة والتنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال وتوفير الإقامة اللائقة للمشاركين ومشاركة أعداد كبيرة من شباب الدول العربية في هذه البرامج بفعالية وإيجابية عبرت عن الصورة المثالية لما يملكه الشعب العربي من فكر وثقافة وحب لأوطانهم لقد ساهمت الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلط مجلس زراء الشباب والرياضة العرب في تبادل الخبرات والثقافات والحضرات بالإضافة إلى التأكيد على تأصيل القيم والمفاهيم الصحيحة البناءة لخدمة أوطانهم وقد شاهد الشباب بأنفسهم ما تبدله الحكومات العربية من جهود لبناء مستقبل آمن لهم وبالرغم من أن جيل شباب اليوم يمر بصراع داخلي بين الواقع والتحديات والمخاطر الخارجية لمحاولة استغلال طريق سهل الوصول إليهم من خلال الارتباط بشبكة الإنترنت التي أصبح لا يستطيع الإصغناء عنها وبدأوا في محاولة السيطرة على عقول الشباب من خلال هذه الوسيلة بأفكار وشائعات وكاذبة بهدف زعزعت عقيدتهم وإضعاف إيمانهم بأوطانهم وإننا على ثقة في قدرة شبابنا العربي الذي يمتلك ضميرا وطنيا سوف يساعده على أن لا يستمع إلى الشائعات وستظل الصورة المثالية للشباب العربي قائمة من خلال قدرتهم على الحفاظ على أمن وسلامة أوطانهم فكل الشكر والتقدير للدول العربية التي قامت بتنفيذ هذه الأنشطة وكل الشكر والتقدير للدول العربية التي حرصت على مشاركة وفودها في هذه الأنشطة مما ساهم في أن تظل الصورة المثالية لوحدة الوطن العربي بنقاء أجيال المستقبل شبابنا العربي المتميز وكل الشكر والتقدير للأمانة الفنية على جهودها في التواصل مع الدول العربية لاستمرار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري الخاص أنا هنا بس بستطرد وبخرج فعلا يعني مبارح كل أصحاب المعالي وأصحاب السمو تحملوا ولغاية آخر لحظة موجودين وكل يعني فكر ديمقراطي وكل بساطة وسهولة في الحياة مبارح ده ما أجمل هذا اليوم بالأمس لأن كلنا كنا حاسين بشعور أن احنا فعلا موجودين عشان نخدم فبأقدر وأمتن لهذا الشعور وهذا من القلب ورسالة إلى القلب بالأنشطة في التوقيتات المحددة لها مما ساهم في نجاح كل الفعاليات السادة الحضور لقد كان لجمهورية مصر العربية الشرف في تنظيم فعالية أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وانطلاقا من هذه الرعاية السامية التي تعبر عن اهتمام القيادة السياسية بأن الشباب هم ثروة الوطن والمغزون البشري الحقيقي للمستقبل والدرع المساعد لحمايته من القوى الهدامة والعلى مؤتمرات الشباب التي تنظمها الرئاسة بصفة مستمرة واهتمام في قامة الرئيس بحضور مناقشات محورها هو خير دليل على احتضان الدولة للشباب والاستماع إلى مطالبهم ورائهم ومن ثم توجيههم والعمل على إيصالهم إلى مواقع صنع القرار والمشاركة فيه بما يضمن لهم السيرة بالوطن نحو الرقي والأمان كما أن هذه الرعاية السامية جعلتنا نتحمل المسؤولية بأن نسعى في بذل الجهد لتنفيذ جميع الأنشطة والبرامج بمستوى بمكانة مصر في الوطن العربي وسوف يعرض على حضراتكم فيلما مختصرا عن هذه الأنشطة في مجلسكم الموقع ده ملخص عن كل البرامج اللي تمت هي تقريبا 26 برنامج تموا خلال العام مقسمة وكانت موظمها بتخاطب أعمار سنية مختلفة بتخاطب كل الأشقاء الدول العربية من الشباب برامج ثقافية وبرامج فنية وكل معطيات الثقافة والفنون الشبابي والرياضي كانت موجودة اللي قدرنا فيها نغطي بقدر الإمكان وإن شاء الله يكمل هذا العمل وهذا الجهد من خلال الأشقاء في النسخ القادمة المستقبلية لأن في الحقيقة اكتشفنا أن الموضوع ده مهم جدا عاصمة الشباب إذن التقاء الشباب بصفة دائمة وده لي الأثر ولي الرسالة المطلوبة مني نعم السادة الحضور إمانا منا جميعا بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل مجتمعنا العربي ومنطلق المسئولية المجتمعية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب نحو تحصين شبابنا من الانسياق وراء الشائعات التي يمكن أن تكون خطرا يهدد مستقبل الأمة وفي هذا السياق نظمت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا في أسوان تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه بضرورة وضع تصور لاستراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري وقد خلص المؤتمر إلى 13 توصية تضمنها بيان أسوان فبراير 2019 تجدونه ضمن أوراق الجلسة وهو البيان الذي يعد نواة تمكين البناء عليها من خلال مؤتمر عربي يتبنى التوصيات ويسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع الحضور الكريم علينا أن نتكاتف جميعا في استكمال الرسالة النبيلة التي التزمنا بها بتوحيد جهودنا وإمكانياتنا وتكثيف الأنشطة العربية والتنوع في البرامج الهدفة وضرورة احتضان الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم وخلق ملكات الإبداع المكنونة بداخلهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوفير كل الخدمات لهم بالمنشآت الشبابية والرياضية كل هذه العوامل سوف تساهم في نشر الوعي الفكري المتزن بين الشباب وضمان مشاركتهم في التنمية لصالح وطننا العربية وفي الختام أؤكد لحضراتكم على حرص وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية أن تظل على عهدها بأن تسعى لوضع كل إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه حماية الشباب في الوطن العربي بشكل عام ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والإمتنان والعرفان لحضراتكم جميعا على الجهود الرائعة التي تبدلونها لخدمة الشباب والوطن العربي وافقكم الله وسدد خطاكم اشتركوا في القناة شكرا